موسيقى موجز منتصف النهار من قناة الفلوجة أهلا بكم فيما أعلن أو أعلن عن بدء المرحلة الثانية لاستعادة الفلوجة كشفت مصادر عسكرية نتحالف الدولي أوقف نشاط عمليات المحور الشرقي والشمالي لمعركة استعادة المدينة لحين توقف ميليشيات الحشد عن المشاركة في المعارك وأكد مصدر عسكري بدء المرحلة الثانية من عمليات استعادة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش مضيفا أنها ستشهد تقدما من عدة محاور بإسناد التحالف الدولي والحشد العشائري قتل أربعة مدنيين ووصيب سبعة عشر بقصف لميليشيات الحشد الشعبي على مخيم للنازحين جنوبي الفلوجة وقالت مصادر محلية أن قصف الميليشيات استهدف مخيما للأسر النازحة من مدينة الفلوجة أقامته في ملعب شعبي بمنطقة العجربية مؤكدة أن معظم الضحايا من النساء والأطفال هذا ويخشى الأهالي من استمرار القصف العشوائي ضد المدينة وأطرافها ما يزيد احتمال وقوع خسائر كبيرة بالأرواح بين المدنيين قتل خمسة وثلاثون جنديا من القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري استهدف تجمعاتهم قرب مدينة الفلوجة وذكر موقع تابع لتنظيم داعش أن مقاتلية تنظيم شن هجمات بمركبات ملغمة على محوري القرمة والصغلوية فيما قالت مصادر الجيش القوات الأمنية اقتربت من الخط السريع الذي يحاذي الفلوجة بهدف تضييق الخناق على التنظيم داخل المدينة وصف المجمع الفقهي العراقي ما تتعرض له مدينة الفلوجة بأنه سياسة العقاب الجماعي على المدينة ودع المجمع في بيان صحفي إلى عدم السماح لمثيري الفتن بالإدلاء بتصريحات تستفز العراقيين بكل طوائفهم وتهدم الأمل في المصالحة الوطنية مشددا على عدم ظلم الأبرياء العزل بجريرة أفعال تنظيم داعش كشف المتحدث باسم بعثة الصليب الأحمر الدولي في العراق رالف الحاجن كوادر البعثة لا تستطيع الوصول إلى مدينة الفلوجة جراء منعها من التنقل إلى هناك وأكد رالفاً المنظمة لم تتلقى رداً من الجهات الحكومية على طلباتها المتكررة للسماح لها بدخول المدينة وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين داخلها وأضاف المتحدثاً عدداً كبيرة من السكان عالقون في خطوط النار ولا تستطيع أي منظمة إنسانية الوصول إليهم حذر برنامج الغذاء العالمية تابع للأمم المتحدة من نقص مخزون الغذاء بشكل كبير في مدينة الفلوجة بسبب المعارك بين القوات الحكومية وتنظيم داعش وقالت المتحدثة باسم البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبير عطيفة إن الهجمات التي تقوم بها القوات العراقية قاطعت طرق دخول الغذاء إلى المدينة ولجأ بعض السكان إلى أكل الحشائش للبقاء على قيد الحياة وأضفت عطيفة أن الحصار المفروض على المدينة منذ عامين فاقم معاناة المدنيين وتسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع الموجودة فيها ميدانياً انطلقت اليوم عملية عسكرية لاستعادة جزيرة الخالدية شمال شرق الرمادي وأفاد مرسل قناة الفلوجة أن عملية عسكرية انطلقت من عامرية الفلوجة باتجاه نهر الفرات لاستعادة جزيرة الخالدية باتجاه الجسر الياباني في الفلوجة مضيفاً أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وتنظيم داعش توقع قائد جهاز مكفحة الإرهاب عبدالغني الأسد اقتحام مدينة الفلوجة أنه سيكون خلال اليومين المقبلين وقال الأسد في تصريحات صحفية أن القوات العسكرية بجميع صفوفها أحكمت سيطرتها على طرف المدينة استعداداً لدخولها من جهتها قالت قيادة عملية الأنبارن قطعات فرقة المشات الآلية الثامنة بدأت عملية عسكرية تستهدف أطراف عامرية الفلوجة وتقاطع السلام باتجاه نهر الفرات ختام الموجز ألقاكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة المزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني للقناة الفلوجة دوت تي في كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة